لعلك تتساءل الآن عن استراتيجية التدريس التي يمكنك أن تستخدمها لتنمية مهارات التعبير الشفاه. أريد أن نتفق في البداية على أن مصطلح استراتيجية التدريس يشير إلى الإجراءات التي تقوم بها كمعلم مع طلابك لإنجاز مهام محددة وأهداف معينة. التدريس الجيد هو التدريس الذي يتميز بالتفاعل بين المعلم والمتعلمين. بحيث يكون لكل منهما دور يمارسه من أجل تحقيق أهداف معينة. فدور المدرس في موقف التعبير الشفاه هو أن يلقي بالأنشطة والتوجيهات التي تساعد التلميذ على اكتساب مهارات التعبير الشفاه. ودور التلميذ أن يتفاعل مع توجيهات المعلم وأن يصغي لما يقوله كما عليه أن يستفسر عما يجهله بأسلوب لطيف. هناك طرائق وأساليب متنوعة لتنمية مهارات التعبير الشفاهي. والحقيقة أنه لا توجد طريقة مثلة لتنمية هذه المهارات. ولكن هناك بعض الخطوات الأساسية التي يمكن أن يقوم بها المعلم. الخطوة الأولى تتمثل في تحديد الهدف من التعبير. في هذه الخطوة ينبغي أن يحدد المعلم لنفسه بوضوح الهدف من حصة التعبير. ما الذي يود من التلميذ أن يتعلمه؟ هل يريد أن ينمي مهارة مثل مهارة النطق السليم أو الصوت المعبر أو الوقفة المناسبة؟ هل يريد أن ينمي قدرة التلميذ على إجراء المحادثة؟ هل يريد أن ينمي قدرة التلميذ على مواجهة الآخرين دون خجل؟ مثل هذه الأسئلة وغيرها. يجب على المعلم أن يحددها قبل أن يدخل إلى الفصل الدراسي. ويجب أن تكون الإجابات عنها واضحة في ذهن المعلم وأن يبينها لتلاميذه. لأنه كلما كان الهدف واضحا ومحددا كان أفضل وأكثر جدوى في تحقيق النتائج المنشودة. أما المرحلة الثانية في هذه الاستراتيجية فهي مرحلة اختيار موضوع التعبير. من المفضل أن تكون الموضوعات مرتبطة بميول المتعلمين وتجاربهم الشخصي كي تشبع رغباتهم وترضي حاجاته. ومن الواجب عليك كمعلم أن تربط دائما اختيار الموضوع بقواعد التدريس العامة فينتقل المتعلم فيه من السهل إلى الصعب ومن المعلوم إلى المجهول ومن البسيط إلى المركب. مع توجيه المتعلمين إلى أن يستعينوا عند التحدث بتجاربهم ومعارفهم السابقة. وعلى المعلم أن يختار الموضوع بالاشتراك مع تلاميذه لا أن يفرض الموضوعات على التلاميذ. بعد ذلك تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة التهيئة والمناقشة الجماعية لموضوع التعبير. في هذه المرحلة يقوم المعلم بتشجيع التلاميذ على التعبير ويعمل على بث الثقة في نفوس التلاميذ ويتيح لهم الفرص للمشاركة في التعبير عن طريق تهيئة أذهانهم وإرشادهم إلى جمع المعلومات والقراءة حول الموضوع وجمع الأفكار اللازمة من مصادرها المختلفة. ثم يبدأ المعلم في مناقشة التلاميذ بعد تحديد الموضوع. هذه المناقشة تتم من خلال إتاحة المعلم الفرصة للتلاميذ لكي يتحدثوا في الموضوع. يمكن للمعلم أن يدير حواراً مع أحد المتعلمين في صورة سؤال وجواب. يطرح المعلم السؤال ويقدم الطالب الإجابة. لا بد أن نراعي في هذه المرحلة أن وظيفة أساسية من وظائف المعلم أن ينقد التلميذ المتحدث. ولكن كيف يكون النقد؟ لا بد أن يركز المعلم على المعنى والأسلوب ومدى تمكن التلميذ من المهارات وقدرة التلميذ على عرض أفكار صحيحة وهكذا. لا بد أن يقوم المعلم مع المتعلمين بالموازنة بين مختلف التلاميذ الذين تحدثوا في الموضوع لاختيار أفضل التلاميذ الذين تحدثوا. وهكذا يبث المعلم في نفوس التلاميذ روح المنافسة وروح المغامرة والرغبة في المشاركة الفعالة والإيجابية في حصة التعبير الشفهي. إذن لا بد للمعلم أن لا يدخل ليدرس حصة التعبير الشفهي إلا إذا كان الهدف واضحا والموضوع مختارا بالاتفاق بينه وبين الطلاب. وإلا إذا أتاح للطلاب فرصة التجهيز للحديث في الموضوع جمع المعلومات اللازمة العودة إلى المصادر المختلفة القراءة الجادة حول الموضوع إتاحة الفرصة لمن يرغب من التلاميذ في الكلام وفي طرح أفكاره وفي مناقشة هذه الأفكار مع ضرورة الحرص على نقد المتحدث نقدا إيجابيا يعظم الإيجابيات ويعالج السلبيات والموازنة بين الطلاب المتحدثين لاختيار أفضلهم لتشجيعه على المشاركة في المرات المقبلة.